إن شاء الله يقبل عملك طبِّق السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه في صيح مسلم وفي البخار ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اتبع السنة رسول بسبح بأصابعه وسبح بأصابعك ما تجيب لك حاجتان بسبح بطريقة معينة سبح بنفس الطريقة بيقول أشياء معينة أقول نفس الأشياء زي ما بتمشي للدكتور بيديك أربع حبات ولك كله ستة ساعات أبل حبة وبتطبقه بحذافير كان ولد وقال له أصلي ما بخشان البطنك شحن واحد قل له لا لا ده دكتور يا أخو وعنده جرعة معينة وأثر معين وكذا طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك تسبيح معين زي ما المسجد عنده ذكر معين مبجوث تقوله يتداخل الخلاء والخلاء عنده ذكر معين مبجوث تقوله يتداخل المسجد فكذلك بقية العبادات تابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الظاهر والباطن وما تشتغل به كلام الناس ودي نقطة أخيرة أختيم بيع شفت البشر ديلا اللي هفين بره ديلا ما تشتغل به والله حس يا أخ لو شاب من الشباب حضر له حفلة وقلد الفناني خلوه زي قلد المصارع تطح بالباب وبوشم وحديد بيخلوه زي قلد للاعب كورة بنطط زيهم ولا بيشتغلوا به قلد لك أخليه تلقى في الخماسية ينطط براب ونلابس ليش انكارات وحاجات يخلوه زي ان لبس جلابية واحد فيها جيب قدام وجيب ورا ولا بيسألوه لبس فنيلة ونصليد وبنطلون تحت ضيق وعمل حاجات فوق وسلسل وحاجة كذيب مكتوب فيها صاح وإما صاح لبسها ولا بيسألو زي والله يخلوه زي اليوم اللي بيجي افتح صحيح البخاري مش جماعة معينة مش طائفة معينة صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا في البخاري ومسلم خالفوا المشركين أحفوا وفي لفظ حفوا الشوارب واعفوا اللوحة مش دا حديث صحيح اعف لحيته النازل تصر ليه برام بقيت معاهم قدوك كم ولا يقول لك بعد شوية بتفجرنا أصله تبقى زي الجماعة ذيك بعد شوية بتفجرنا تقنبين مرة في البصنة راكب بعدين شغلوا غنى ما شد قدام للمضيف قلت له أسمع في حاجة مفيدة بأسلوب طيب أنا ماذا راح رجع قلت له في حاجة مفيدة تشغيل إلى المحاضرة ولا قرآن ولا كذي قال لي شي مفيد ما عندنا إلا الغنى دا بينفع معاك قلت له خلاسنا بدي الناس دين نصيحة كذي توقفوا قال لي خلاس الدين وقفت الناس شافوا على عمت الجودة بتاعت ذي لاوزوا في أعمامك وراء كبار وفي ناس قال إني دار أفجرون ولا تابع للقاعدة ولا داعش قلت له يا جماعة السلام عليكم ما في شي قالوا يا عليكم السلام وقلت له يا جماعة الله قال في القرآن والرسول قال في السنة صلى الله عليه وسلم وبذيت لهم أول شي بذيت لهم بالموت الموت وقلت له الموت ده فيه ثلاثة حاجات خروج السكرات بتاعت الموت مؤلمة وسماعة البشرة من ملك الموت وكذا وكذا وأول مرة تشوف ملائكة قدامك وإما تمود علي حسن خاتمة ولا سو خاتمة نمي متكلمت لهم كلام زي دا وفي ناس الكلام ماذا يرينه لكن لو جامع كان بمرق لكن بس دمرق ما بس قاعد اسمه ها في مرة خوافة ورا قدر ما أقول وجاءت سكرة الموت بالحق تقول لي صلى الله عليه وسلم أنا ما أجبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إنت مالك ملاوزة في نهاية الأمر أدعتنا الموت وخشينا القبر والقيامة ومشينا الجنة والنار قلت الجنة ذي ببرد لهم في النار بعد انتهينا قلت له الله الله بعد ذلك الحجار كملت قاعدته كانت زول شغل محاضرة قلت له ما في حاجة مفيدة قلب طوالي قلب محاضرة ما شغل في قتل حاجة ثانية لذلك يا جماعة زول يتبع السنة ما يلتفت لكلام الناس بيستفزوك ويحاولوا يسخروا بيك وكذا وأنت الواجب عليك أن تكون على الحق حتى تلقى ربك وهو راض عنك